أما المثل الآخر مثل الماء الصيب الذي ينزل من السماء ذلك المطر الناس مشغولة بالأمطار بالغيث تزرع وترتوي أما أولئك المنافقون ينزل المطر وهم مشغولون بالبرق والرعد خائفون منه هذا مثل أولئك المنافقين الذين يقرؤون القرآن وينزل عليهم القرآن ويسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن انظر إلى حالهم أو كصيب من السماء والوحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث يعني هذا المطر مثله كمثل الوحي الذي أنزله الله عز وجل والوحي كمثل هذا المطر كصيب من السماء ما الذي يحيط بهذا الصيب فيه ظلمات ورعد وبرق هؤلاء الناس ما استفادوا من الصيب من المطر لكن أشغلهم ذلك الرعد والظلمات والبرق يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه إذا كانت الآية مناسبة لهم والشرع مناسب لأهوائهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم نزلت آية فيها تكليف فيها جهاد فيها قتال فيها بذل فيها تضحية وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير لما سمعوا الرعد جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يبون يسمعون اللي يعجبهم واللي ما يعجبهم وضعوا أصابعهم في آذانهم هكذا المنافق مع الآيات التي تتنزل بعض الآيات عليه كالرعد كالبرق الذي سينزل عليهم بصاعقة يخافون يرتعبون من بعض الآيات فيضعون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت لكن مهما فعلوا فإن الله عز وجل محيط بالكافرين تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم